اشتركوا في القناة تاريخ مشاركته مع المتحدة الوطنية بالحفيدة سفاوت كرته مرة جانبية على اطار مرمى الحارس النميبي ثم سالم حرشاش هنا يتعرض الى تدخل قوي وقوي جدا على اللاعب سالم حرشاش بعد مرور حوالي 20 دقيقة فقط ثم بشجعت المعهودة سالم حرشاش عاد للميدان ولكن مباشرة بعدها اضطر للخروج وتم تعويده بلاعب شبيبة القبائل سلمان رحوا ليلعب في كل المراكز وهذه من بين لذلك قدفى قوية من ماموني يتصدى لها الحارس ثم غازي لحية من الدفاع يتصدى تلقة المقابلة كانت قوية وهذا اول تهديد بالنسبة للدفاع الجزائري انتلاق خطيرة من المهاجم النميبي من حسن حظ بليمي بغرارة وان كرة هذا الاخيرة من سبعة مرت جانبية ثم شهدوا معا جمال بالماضي الفنان ورجل المقابلة دون منازع في حركته الفنية هدف فندي أوليبيك مارسيليا يستحصل على مخالفة في الدقيقة الخامسة والثلاثين من المباراة جمال بالماضي تولى التنفيذ وبكيفية رائعة جدا يسجل هدف الفوز بالنسبة للمتخض الوطني جمال بالماضي رجل المقابلة ووارقة رابحة في هجوم التشكيلة الوطنية مجيء الهباء حماس الأنصار مدينة حضروا إلى ملعب خمسة جميلة هدف جميل جدا يستحق الإعادة أكثر من مرة ده الهدف مقابل سفر هي نتيجة الشوط الأول بهذا الهدف الرائع لجمال بالماضي أول هدف له مع النخبة الوطنية ثم ركني ونفده علي بن عربية ناحية عبد الحفيظ تصفاوت ثم غازي الحظ دائما لم يسعف النخبة الوطنية التي بيعت قرص عديدة ونهاية الشوط الأول بهدف لسفر ده الهدف مقابل سفر بالنسبة للشوط الأول من هذه المباراة الشوط الثاني دائما مع الصور يزيد المتخب الوطني خلق فيها فرص أخرى سنشاهدها معا ولكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف أخرى مثل ما تمنى الجمهور الجزائري الحاضر إذن مع الشريط جاهز دائما قلت الشوط الثاني مع هذه الفرص وبالماضي دائما بقوة كرته بتصدى لها الحارس المميبي ثم ركني تعليبا عربية ورأسية فريد غازي خارج الإطار أو لعب دريوش نوردين حوالات المتخب الوطني في الشوط الثاني مع هذه الانطلاق القوي أيضا لفريد غازي وعودة المدافع في آخر لحظة ينقذ الموقف بقول علمي صبيح وخروج تصفوت لكان بعيد عن المستواه وأول هجمة من علم صبيح كانت خارج مقابل صفر هي نتيجة نهائية لهذه المباراة بين المنتخبين الجزائري والنميبي أول انتصار قلت إذن بالنسبة لمنتخبنا الوطني في إطار تصفية كأس العالم المجموعة السريطة ونستمع للانتباعات التي رصدها لنا الزميل محمد جمال مع عبدالغاني جدوي جمال بالماضي رجل المقابلة وأيضا علي مصبيح نستمع إليهم في هذا الشريط والبداية قلت بالمدرب الوطني عبدالغاني جدوي مصبيح فريك نبيبيا كان أولا قد تسطرة سوف يعطبون ثم الفيديو إن كان لكي عرّو ايها ما د Angie في من خليل كل شيء وبلد نسقطت لديهالت ، جميعاً فدينات قاله فعلاً ومن خليل بيدينا يتعدون أنه طنيعاً لديوه ذهب سنحن نفسك لكن المانجم العام فتح الفيديو Gاشاً يجب أنه تجاهل من üstنان فهو قال عاماً سؤالي نحن نفتح نحن نحن نتقر طبيعاً حفظاني خطيرا لدينا فرغزاني انا سعيدا لدينا ذاهبه ما فرحنا اليوم أريد انتابعه انا انقضي عليه انا ان اتمنى ان نحن اشترى بالمشارب مجمونا لدينا شبك جميعا لدينا جميعا انتوني الواقع انتوني 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 شخص عدد Mussolini يجب أن تجارزم الله لابنين بداعامل وللابنين بداعامل لابنين بداعامل الشئبين لابنين نحاول نقوم الآن لدينا مساول العامل الآن يتبعنا أن نتعارف أن نحاول عامل ليس لينعدين بداعامل لقد رفتنا لأنه يتبع الأمر لكن لا نحاول العمل ونحاول ما نحاول العمل ونحاول ملتقف فريد بيشتغلق على اللقاء كما تطلقى كمونغول وراء كانت كثيراً لنا ونصدرنا هعيننا أن نعرف المؤدي بنا بالحمد لله إن شاء الله نفهد من نجد هذه الحالة لتاقي حققاً لن يجب أعجب التعليف بالفضل إن شاء الله ببه، بالنسبة لي نفترض من خالق ونسي أنت سابق لأكيد للمؤد ونید على موضوع عام جداً أولى قبل أخذنا من المعيشات ويقامتنا من أشهر لدينا الكثير من الناس هذا الفيديوه يجب أجهرون أنه يجب أنه يتعقل تجربة لتعرف بالجامعة لكننا سنعطف جداً لكي تشاهدونه لقدنانا رجل 3 أجهرين وفي هذه القناة، هذا ما يجبه يتعقل تملك الأخطاء من المعيشة لكنه لغاية طلبية على ما تشاهدونه طبعاً شعرناً لدينا من أجهر إن شاء الله أعطى نهتكي جيدة بانجه المعيشة المشاكل صوتنا بنا جانب صوتنا ما دير لكم كان هذا ما أحطبهم يطلعوا مليح ويحطوا مليح كم كيف كيف كان ينسي الجام كان هما شبان صار وكشفت يلعبوه ونظم باللي حنا ها وش خاصنا هما هذا الفارق تاح متع المئن نميبي بين الفريق كانت كامل ومتم تعرفين كان بإمكاننا تسجيل على الفريق الجزائري لسوء الحظ لم نتمكن من ذلك فريقنا الشاب ويفتقر إلى التجربة الفريق الجزائري لم يظهر بالوجه المنتظر حيث لم يكن منسجما في خطوطه الثلاثة إلى أنني أهنئهم بالفوز في مرحلة العودة سنخلق لهم صعوبة كبيرة ونفوز عليهم بسهولة وهذا وعد منه أنا محترف بكازير سيبس جينو بفريقيا لعب خط الوسط الجزائري تمكن من بناء بعض الهجومات لكن الهجوم الجزائري عجز من تحويلها إلى أهداف المدافعان الأيصر والأيمن كان في المستوى لكن وسط الدفاع كان بطئ جدا أنا هارس المرمى نملك فريقا شابا يفتقر إلى الخبرة في مثل هذه المنافسات هذه المرة الثانية التي نلعب فيها معا وسبق لنا أن نعبنا في مقابلة أولى ضد دم الضغشطة عندما نقابل الفريق الجزائري بناميبيا سنفوز عليه حتما وهو ما لا نتمناه طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر